بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هكلمكم عن إزاي أتحكم في مجموعة من وحدات الإنارة أو وحدة إنارة واحدة من ثلاث أماكن مختلفة فإحنا بنستخدم في القصة دي نظام هنشرحه زي ما إحنا شايفين كده بالتفصيل التطبيق عليه أن أنا ممكن يكون عندي بيت أو فيلا وعندي السلم أقدر أوصل إنارة السلم أطفيها من الدور الأرضي أو من الدور الأول أو من الدور الثاني يبقى أنا عندي ثلاث أماكن أرضي وأول وتاني أقدر أفصل منهم وشغل تمام ودي موجودة كتير جدا في معظم البيوت طيب عندي لمبة واحدة أو مجموعة من اللمبات المتصلة على التوازي عشان نبدأ نشتغل لازم اللمبة أو المجموعة دي تاخد نيوترال خلاص ألف ومبروك الدنيا هنيوترال إحنا بنلعب فين بنلعب بيكون عندي ثلاث أماكن في الدور الأرضي في عندي مفتاح طرف سلم في الدور الأول مفتاح وسط سلم هنا مفتاح طرف سلم في الدور الأرضي الأول الثاني في الدور الثاني عندي مفتاح طرف سلم يبقى أنت تحت في مفتاح طرف سلم وفوق في مفتاح طرف سلم وفي النص في مفتاح وسط سلم بالزكاء كده طرف السلم ده شفناه عبارة عن مفتاح اللي هو ده بتديه له واحدة لايف أو كهرباء اللي هي الكومون والكومون ده يبقى يمسك في الطرف اللي فوق في L1 أو في L2 يبقى أنت عندك L1 و L2 و كومون وشفنا شكل المفتاح نفس القصة ده المفتاح بتاع الدور الأرضي وده المفتاح بداعة الدور الثاني نفسه بالزبط شبهه بالزبط أما اللي في النص ده بيسموه مفتاح التصالب يعني هو بياخد فردة كده وفردة كده من المفتاح الأولاني ومن المفتاح التالت ياخد طرفين طيب المفتاح اللي في النص ده بيبقى شكله إزاي بيبقى عبارة عن أربع نقط بيحصل بينهم اكس تصالب دي بتتوصل بدي تمام ودي بتتوصل بدي يعني انت لو عندك نقطة واحد اتنين تلات اربعة انا بوصل واحد باربعة في الانترميديت مفتاح وسط السلة بيبقى موجود بالتوصيلة دي وبالتالي انا اقدر افصل واشغل من الدور الارضي اللي هو مفتاح رقم واحد اللي هو طرف سلة واقدر افصل واشغل من مفتاح رقم اتنين اللي هو بيسموه مفتاح طرف سلم واقدر افصل واشغل من مفتاح رقم ثلاثة يبقى اللي هنا ده اللي في النص وسط سلم اما ده برضو طرف يبقى انت فوق خالص طرف سلم وتحت خالص طرف سلم واللي في النص وسط سلم لو حد قالك بيتوصل ازاي وسط السلم اهو اهو يا عم اربع نقطهم واحد اتنين تلات اربعة اللي فوق اللي واحد اللي واحد واللي تحت اللي اتنين اللي اتنين بوصل بينهم ازاي كده تصالب خلاص والنقطتين دول واحدة رايحة على المفتاح اللي فوق واحدة رايحة على المفتاح اللي ايه تحت واخلصنا كده يبقى انا ازاي اتحكم في لمبة او مجموعة من لمبات متصلة على التوازي من ثلاث اماكن مختلفة باستخدام مفتاح طرف سلم رقم واحد مفتاح وسط سلم رقم اثنين مفتاح طرف سلم تاني رقم ثلاثة واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالتوصلات الكهربية والانارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته